أفغاني يعبر عن تقدير العميق لديبلوماسيين على عملهم وجهودهم المتضافرة من أجل خدمة أولئك المعارضين للخطر الإجلاء يتم في ظروفين استثنائية وبشجاعتهم غير المسبوقة وإنسانيتهم ومهاراتهم فإنهم قاموا منذ الرابع عشر من أغسطس تمكنوا من مساعدة أكثر من 82 ألف شخصا على الانتقال جوا من كابول وبطبيعة الحال كانت هناك طائرات لنقل الأمريكيين والحلفاء والفغان المتعاونين فقط أمريكا كان بإمكانها تنفيذ مهمة إجلاء معقدة بهذا الشكل أولويتنا هي إجلاء الأمريكيين ومنذ الرابع عشر من أغسطس فإننا نقل نحو أربعة تلاف وخمسمائة أمريكي على الأقل وخمسة آلاف أمريكي تم نقلهم كذلك وبالنسبة للأمريكيين الذين هم في أفغانستان ويريدون الرحيل عن أفغانستان فإننا أساء نخرج من هناك نعرف أنه كان هناك ستة آلاف أمريكي في أفغانستان كانوا يريدون مغادرة أفغانستان خلال عشرة أيام الماضية أربعة تلاف وخمسمائة منهم غادروا أفغانستان في الأربعة عشرين ساعة الماضية كنا في اتصال مباشر مع خمسمائة أمريكي مباشرة وقدمنا لهم التوجهات حول كيفية الوصول بشكل آمن إلى المطار وسأقدم لكم إحاطات مستجدة عن هؤلاء الخمسمائة أمريكيين الذين سينتقلون لاحقاً وبالنسبة لأولئك الأمريكيين الذين لديهم أي أرقام لأقاربهم يمكنهم أن يقدموا لنا هذه الأرقام لنتواصل عبر الهاتف أو بالرسائل النصية أو بالبريد الإلكتروني لنقدم لهم التوجهات عن كيفية الوصول إلى المطار بعضهم قد لا يكونون في أفغانستان وبعضهم دعوا أنه أمريكيين ولم يكن أمريكيين وآخرون يقررون البقاء في أفغانستان في الأيام المقبلة ومن بين قائمة بألف نحن نعتقد أن العدد للذين يريدون الرحيل عن أفغانستان هو أقل من ألف ومع ذلك هذه حسابات تتغير وتتحرك ولذلك دعوني أشرح لكم لماذا يصعب أن نحصر أعداد الأمريكيين في أفغانستان ودعوني أبدأ بالأمريكيين الذين نعتقد أنهم يريدون الرحيل أولا وكما تعلمون جميعا الحكومة الأمريكية لا تتعقب حركة الأمريكيين عندما يسافرون حول العالم عندما يزورون دولة أجنبية أو يقيمون هناك نشجعهم على التسجيل في سفارتنا في ذلك البلد هل سيفعلون ذلك أم لا؟ هذا أمر طوعي وعندما يغادرون ذلك البلد فالأمر منوط بهم أن يعلنوا عن الأمر أم لا؟ هذا اختيار وليس إلزام وبالنظر إلى الوضع الأمني في أفغانستان فإنه لسنوات عدة طلبنا الأمريكيين لا يسافروا إلى هناك وطلبناهم بشكل متكرر أن يتسجلوا في خدماتنا في السفارة وكنا نبعت تسعة عشر رسالة نصية نطالب الأمريكيين بالرحيل عن أفغانستان ورحيل من أفغانستان وفعلنا ذلك في عدة منصات وسائلهم في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وقلنا إننا مستعدون لترحيلهم ونقلهم وطالبنا منهم أن يتصلوا بنا إذا كانوا يريدون المساعدة وهم موجودون في أفغانستان التقديرات لدينا للأمريكيين في أفغانستان ويردون الرحيل يمكن أن يرتفع ويمكن أن ينخفض وذلك بحسب من هم موجودون ومن هم رحلوا عن أفغانستان قد يكون هناك أمريكيون لم يتسجلوا قد في خدمة السفارة ولم يعرفون على أنفسهم ورأينا أيضا أن الكثيرين ممن تصلوا بنا وعرفوا أنفسهم وقاموا بتعبئة استمارات الترحيل تبين أنهم ليسوا أمريكيين بعد تطقيق في الهوية بعضهم قد يرغبون في البقاء في أفغانستان منهم من هو مسجل ومنهم من هم غير مسجلين وهناك من يعتبر أنفسهم أصبحوا في مثل موطنهم ويريدون البقاء في أفغانستان وهناك أيضا من يريد أن ينتظر ليرى كيف ستطور الأمور في أفغانستان قبل اتخاذ قرارها والآخرون هم خائفون لذلك نحن نأخذ كل هذه الاعتبارات في الحسبان نعرف أن البعض قد يغير رأيه أي يوم وهذا سيتواصل في الحدود ونتوقع أن يستمر ختاما في العشرة أيام الماضية قمنا بإجلاء الكثير من الأفغان بعضهم جاء إلى المطار بمساعدة منا وفي أحيان أخرى بمساعدة دولة ثالثة أو بمبادرات أخرى نحن نقول إنه بناء على قاعدة بياناتنا فإننا دائما نتحقق من حالة هؤلاء الذين يصلون إلى المطار دائما عندما نجري تقييماتنا للأمريكيين الذين هما يزالون في أفغانستان يريدون الرحيل علينا أن نتفهم لماذا يصعب حصر هذا العدد بشكل نهائي ولذلك نحن نستمر في أن نبدل جهودنا دون كلل أو ملال منذ الرابع عشر من أغسطس حاولنا الوصول إلى أي أمريكي في أفغانستان مرات عدة هناك المئات من موظفين القنصوليين في واشنطن وكذلك قنصوليات حول العالم وهي عملية غير مسبوقة هناك استخدام الهاتف وكذلك البريد الألكتروني والعمل على مدار 24 ساعة من أجل التواصل مع الأمريكيين الذين يجدون في أفغانستان منذ الرابع عشر من أغسطس أرسلنا أكثر من عشرين ألف بريد إلكتروني إلى الأمريكيين وكذلك قمنا بإجراء آلاف الآلاف من المكالمات الهاتفية وذلك من أجل الحصول على معلومات بعض المعلومات قدمت لنا من أعضاء في الكونغرس وبعض المواطنين الأمريكيين حول أمريكيين آخرين يجدون في أفغانستان ومن مصادر أخرى وهذه الاتصالات هي التي تتحل لنا معرفة ما إذا كان الأمريكيون في أفغانستان يريدون الرحيل يريدون المساعدة وبناء عليه تقديم توجيهات إليهم من أجل أن يعرفوا كيف يتصرفون عند الحاجة تعوني أن تقل إلى الأرقام عن الأمريكيين الذين أجلوا نعرف أننا أجلين على الأقل أربعة تلاف وخمسمائة أمريكي وأقاربهم هذا الرقم أيضا متحرك وهذا يعود إلى أنه في ظرف كهذا فإننا نحرس على جلب الأمريكيين إلى المطار وبعد ذلك إلى خارج أفغانستان في أسرع وقت وحتى يكون هناك ضمان بأمان وأمن العملية ولذلك أود أن أطمئن كل الذين يطرحون هذا السؤال الجوهري عن عدد الأمريكيين نعرف أنكم تتوقعون الإجابة وتنتظرون الإجابة أولويتنا القصوى هي إجلاء الأمريكيين لكننا مع ذلك نواصل إجلاء الأفغان حتى 31 من أغسطس ونسخر كل موظفين الذين يعملون جنبا إلى جنب سفارتنا وذلك مع فرقنا الدبلوماسية وعلى رأسهم هناك العاملين على معالجة تأشيرة الهجرة الخاصة وكذلك الأفغان الذين هم معرضون للخطر نحن نعرف أن هذه العملية معقدة تحدث في مناخ عدواني وفي مدينة تدار الآن من طالبان وهناك تهديدات قد تكون داهمة من داعش لذلك نتخذ كافة احتياطاتنا لكننا نعرف أن الوضع محفوف بالمخاطر كما قال الرئيس أمس نسعى إلى إتمام مهمتنا في الحد وثلاثين لكن شرط أن تتعاون طالبان وأن لا تشوش على جهودنا والرئيس أيضا طلب خطة طوارئ في حال تقرر أن نبقى بعد الحادي والثلاثين من أغسطس لكن دعوني أكون واضحا جدا ليس هناك موعد نهائي حول عملنا لمساعدة الأمريكيين الذين يريدون الرحيل من أفغانستان إلى جانب الأفغان الذين عملنا معهم والذين يريدون أيضا الرحيل وعاجزوا عن ذلك هذا الجهد سيتواصل كل يوم بعد الحادي وثلاثين من أغسطس طالبان قدموا تعهدات علنية وخفية بأنهم سيضمنون الممر الأمن للأفغان إلى دولة ثالثة وللأمريكيين بعد الحادي وثلاثين من أغسطس والولايات المتحدة الأمريكية وحول فاؤها ونصف دول المجتمع 114 دولة وقعوا على بيان مشترك لتحميل طالبان المسئولية لضمان المرور الآمن لكل من يرغب في الرحيل أفغانستان ليس فقط ضمن هذه المهمة للإجلاء وإنما في كل يوم بعد الحادي وثلاثين من أغسطس ونحن نطور خطة من أجل الاستمرار في خدمتنا القنصلية لتقديمها لأولئك الذين يرغبون في الرحيل بعد الحادي وثلاثين من أغسطس توقعاتنا هي نفسها توقعات المجتمع الدولي وهي أنه يجب إتاحة الفرصة لكل من يرغب في الرحيل أن يرحل بعد موعد الحادي وثلاثين من أغسطس وسنبدل قصر جهدنا للوفاء بهذا الالتزام دعوني أتحدث عن شيء آخر نعرف أن هناك أكثر من عشرين دولة تقوم بمساعدتنا على إعادة توطين الأفغان الذين ننقلهم هذا لا يحدث هكذا جزافا وإنما هو نتيجة لعدد من الالتزامات من هذه الدول نحن ممتنون على السخاء والجود والعون الذي حصلنا عليه من هذه الدول هذه أكبر عملية للإجلاء في التاريخ الأمريكي لذلك نحن نمتن لكل شركاتنا وتحالفاتنا سنبني على هذه التحالفات والشركات في المستقبل وسنعمل مع الشركاء والحلفاء من أجل أن تكون لدينا منهجية ديبلوماسية مشتركة إذا أفغانستان وتعرفون أنه في مجموعة الدول السبعة تم تجديد هذه الالتزامات في وزارة الخارجية نحن أجرنا اتصالات منتظمة مع الحلفاء والشركاء في الأيام الأخيرة لنعرف ونتأكد أننا موحدون في مقاربتنا ومضينا للأمام في المستقبل وليس هذا ضمن هذه المهمة فقط وإن في المساعدات الإنسانية ومحاربة الإرهاب وتوقعاتنا للحكومة المستقبلية لأفغانستان بعد 31 من أغسطس هذا سيتواصل في الأيام والأسابيع والأشر المقبلة أنا تحدث إلى الكثيرين في هذا اليوم بعد الظهر ولكنني ركزت على المهمة مهمة إجلاء نعرف أننا نتحدث عن أشخاص خائفون يائسون في أفغانستان أنا رأيت الصور وقرأت القصص وسمعت الأصوات وبعد ذلك كان من بعض زملائكم زملائكم كما تعرفون رأيت ذلك المترجم الذي كان يرتعد ولديه أطفال ينتظرون وهو خارج المطار أنا ردي أبناء أعرف حجم معاناة كهذه تعرفون هذه القصص الحزينة نعرف أنه يجب أن نأبه بحياة الأطفال في هذه الأيام الصعبة والعصيبة ولذلك كل شخص في فرقنا يبدو لقصار جهدهم من أجل إنجاح هذه الجهود شكرا جزيلا ومستعد لتلقي أسئلتكم شكرا جزيلا